مرحبا أنا دكتورة نور الطيبي دكتورة أسنان أخصائية تقويم الأسنان والفكين وأخصائية طب التجميل اليوم بدنا نحكي عن موضوع كتير مهم اللي هو الناس لسه كتير ما بتعرف الفرق بين البوتوكس والفيلرز البوتوكس مادة مثل الماء بتراخل العضلات الفيلرز مادة مثل الجلب بتعب الفرغات يعني لما واحدة تكون عبت خدودها يعني عملت فيلرز ويعني لما واحدة عالجت الكشرة يعني عملت بوتوكس وكمان كتير مهم لما نزور طبيب التجميل نعرف أي مواد تستعمل إلنا والأهم من هيك إنه هاي المواد تكون ماخت الموافقة من منظمة الصحة العالمية مثل مادة رستيلين اللي بنستعملها بعيذتنا وهي من أحسن وأفضل وهأمن المنتجات العالمية بالتجميل وبالتالي هيك بنكون حفظنا على صحتنا وجمعنا بنفس الوقت بزامن الفيلر فيه كتير ناس عم تركز على شكلها واللي هو مش غلط بس عم تنسى بشرتها فيه كتير ناس عم تركز على تروفايل الوجه المثالي وعم تنسى صحة بشرتها مشان هيك فيه عندنا سكن بوسترز اللي هو علاج للبشرة لنعطيها أكتر صحة وحياة ونضارة التجميل إشي كتير حلو بس نعرف كيف نبرزه ونبينه على طبيعته ودايما نذكره الجمال ببساطة الشيء